إذن منذ أن وطأت أقدام لاعبي المنتخب الوطني المغربي والطاقم الفني في الكوديفوار استعدادا لانتلاكات إفريقيا بعد أيام بدأت أسائل الإعلام الجزائرية والدواب الإلكتروني للنظام الجزائري والأبواق الإعلامية في حملة ضد المنتخب الوطني المغربي وضد فوز القجاع خصوصا رئيس الجامعة الملكية لكوراتس القدم كشفنا يوم أبس منتبعنا الكرام على أحد الأمور الغبية اللي قلزين كيروجو لها قال الكاسيدي بأن فوز القجاع خلال المنتخب الوطني المغربي دير مباراة ودية مع السيراليون اللي ستكون بعد يومين في نفس الملعب اللي ستلعف فيه المنتخب الوطني المغربي المباريز دير كأس إفريقيا وبدأوا كيروجو للمؤامرة والكواليس والكولسة وفوز القجاع وتمعال في تلك الأسطوان المشروع هذا المصيب الكهلا وهو أن كأس إفريقيا ما زال مبدأ كأس إفريقيا والمباريز دير كأس إفريقيا ما زال مبدأت والآن بدأوا كيروجو في نظرية المؤامرة والأياد الخارجية والاقجاع والكولسة وكذا ما زال ما درنا تشعاجها ولا مباراة واحدة دير كأس إفريقيا تلعبات ما شفنا لا الأداء دير منتخاب المغربي لا الأداء دير منتخاب الجزائري وقالوا من الآن بدأوا للمؤامرات والأياد الخارجية وتهجموا للقجاع والمغرب والمتخاب المغربي هذا اللاعب منزل هذا الرجل يعمل هذا الرجل يفعل وقالوا منزلوا في هذه الأفكار والبصبعي لديهم المشكلة أن البصبعي والجزائريين كتيقوا هذا خصوصا الجزائريين المستحمرين الذين يصدقوا أي شيء يأتي من النظام الجزائري إذا قالوا لي رأى لقجاع دير مؤامرة صافي لقجاع دير مؤامرة وقال سينك يكتبوها في جميع مواقع التواصل الاشيماعي وديرين عليها مقالات وديرين عليها يعني خراجات إعلامية هالي كيدر فيديوهات هالي كيدر كادر لقجاع يتهجم على المنتخب الجزائري لقجاع يتآمر على المنتخب الجزائري لقجاع كيدل لقجاع كيفعل ما زال لم تنطلق ولا مباراة واحدة دير كأس إفريقيا ما عرفتش دي الناس شنو باخي علاش كيقلبو وخليوا بعدها خليوا تبدأ كأس إفريقيا قد بدأت الوجوفة من نظرية المؤامرة ديركم ما زالحنا بسبب دينا ولذلك متابعين الكرام انتظروا بعد أن تبدأ المباراة دير كأس إفريقيا في الكود ديفوار قد يتوفروا حاملات إعلامية غير مسبوقة من الإعلام الجزائري كل مرة قد يخرجوا إيشعة جديدة كل مرة قد يخرجوا أكدوبة جديدة كل مرة قد يقول لقجاع دير مؤامرة في الكولاسة بش المغرب هو اللي يأخذ كأس إفريقيا هو اللي يتوجب كأس إفريقيا ومجموعة من الأمور اللي بطبيعة الحال هي معتادة على النظام الجزائري باش يبرل الفشل ليلو هاتشي كامل باش يبرل الفشل ليلو على المستوى الرياضي تماما كما حدث مثلا في المسألة دي التنظيم كأس إفريقيا تماما كما حدث في المسألة دي العضوية في الكهف بعدما خسروا العضوية في الكهف نادو قلق القجاع والسبب مع العلم أن لصوته ماشي القجاع لصوت راكيل الأعضاء لصوته وبالتالي إلا كان هناك من يلام صيروا لهم وهادو كل صوته قلوا لهم على صوته على فوز القجاع ولا على يعني العضويات الأخرى اللي كان في الكهف نفس المسألة بالنسبة لي تنظيم كأس إفريقيا كان هناك إجماع على المغرب كان هناك إجماع تام على المغرب وسينت الدمز مع هذه الدول وقل لهم على شدرت الإجماع على المغرب مجلس قليا القجاع والأياد الخارجية والمؤامرة ودرنا وفعنا وكذا وكذا والكولاسة وهذا شي كامل المتابعين الكرام باش أنهم يبروا الفشل لهم فقط من أجل تبرير الفشل على المستوى الرياضي تماما كما هم فشني في جميع المستويات الأخرى فكما ذكرت متابعين الكرام انتظروا على أنكم تشوفوا حملة قذرة رابدا فيها فعليا ضد المنتخب الوطني المغربي وبدوا يروزوا للمؤامرة والأياد الخارجية ولقجاع في كل النشارات الإخبارية في كل النشارات الرياضية في كل المقالات الرياضية في كل الصفحات الرياضية سوف يتجدون مكتاب ولكنهم سأناقشون مجتمعون وخلصاً سأرونه لا يمكن أن نستطيع أن تلك أي شيء ولكنهم سأبدو لا يمكن أن تلعب مباراة في أفريقيا سأبدو في البكاء الروح الرياضية لا يوجد الحصة أنهم سوف يدخلوا مباراة الرياضية ولا يوجد لا يوجد يدخلوا كل شيء في السياسة وفي المؤامرة ويدخلوا كل شيء في المغرب لا تريد مرة واحدة أنهم يقومون بحسنية أو أنهم يلعبون بطولة رياضية بروح رياضية لا يوجد هذه الأسئلة بطاة ضروري لا يدخلوا لك القجاع والمخزن والبكاء والعاويل والبصبع يصدق كل شيء يأتي من النظام الجزائري وقالتنا في التعليقات وفي الصفحات وفي مواقع التواصل الاجتماعي وطول هذه البطولة الكأس الإفريقية سيخرج أمثال هذه المشاكرة لديهم روينا في الكأس العالم القطر سيقول لك ما تتعاود والرشوى والحكام يعني كاريتة 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 بكل ما تحمل الكلمة بالمعنى هذه الناس لديهم شيء ما فيهم اسمه روح رياضية أنهم يدخلوا الوحيد البطولة لعب دير الأداء لك لا يجب الله يتسير فرح والزيت الكأس فرح لا يجب الله يتسير قول الحمد لله وسير في حالتك شوف أمور أخرى لماذا هذه البكاء والعاويل والعقدة والمرض التي لديكم من المغرب؟ لماذا هذه المغرب؟ المشكلة أن الفشل لكم وهذه المصائب الكحلة التي قطح لكم كلها بسبب أنكم هذه المغرب هذه المغربة ليس فقط على المستوى الرياضي وإنما على جميع المستويات الأخرى ماذا هذه المغرب؟ ماذا فعل؟ ماذا أنجز؟ ومشكلة أن تحاولوا تقلد المغرب هذه هي الطامة الكبرى لقد أردت لكم فيديو نظام حضرات الجزائر يريد أن يقلد بطاقة المقاول الذاتية لصعوب المغرب أو أطلق هذا البرنامج سنة 2015 يعني أنتم محا من الناس وتابعيننا وحاضرنا وقد تقلدوا فينا وقد ترقوا ما هو مغربي وقد تحاولوا تخنشلوا ما هو مغربي هذه الطامة الكبرى وهذه الفضيحة وهذه المهزلة لهذا النظام المتعجري فالغبي الفاشل على جميع الأسعادة فعودة لكات أفريقيا منتبعين كرام نحن بالتبعية الحال نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي أن يقدم لنا نتيجة تليقه بأسود الأطلس وتليقه للمستوى الذي قدمه في كأس العالم دي القطر نحن نتحدث عن بطولة ريادية ماذا نخرجون ونقولوا نحن مؤامرة وهذا يتأمر لنا وهذا يريدون لنا وهذا يريدون لنا بل نؤمن بأن السبيل الوحيد لكي أن المنتخب الوطني المغربي يفوز بكأس إفريقيا وهو الأداء في الميدان وهو الروح الريادية وهو التناغم بين اللاعبين وهو كذلك التقليدير في المدرب دي المنتخب الوطني المغربي وليد الريقراجي وهذا شيء لكي أمنوا به من كي أمنوا لا بالمؤامرة ولا بالأياد الخارجية ولا الكولاسة ولا داروا لنا ولا فعلونينا وخي يديروا ما داروا إذا كان الأداء على الميدان لا مؤامرة ولهم يحزنوا لقدروا يأثروا على هذه المسألة فكل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال سنكون في التغطية مع هذا الحدث له وكأس إفريقيا في الكوديفور وطبيعة الحال هذه البكاء والعاويل والصراخ دي النظام الجزائري والأسلام دياله والدباب دياله كيبقى مجرد عاويل في نهاية المطاف ولن يؤثر أي شيء على أرض الواقع لأنه لو كان كي أترشي حاجة لكنه كي حقق شيء إنجازات ضد المغرب لأن هذا هو الحلم دياله في نهاية المطاف متابعين الان كرام أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل